في الرابع عشر من كانون الثاني الماضي أكد الرئيس سعد الحريري أنه لن يسكت عن قرار المحكمة العسكرية العار والمشبوه والقاضي بإطلاق سراح الإرهابي ميشيل اسميحة ففعلها مرة أخرى وأثبت من خلال الحكم الذي صدر اليوم أنه عنوان لصدق القول ووطنية الفعل ومن هذا المنطلق وتحت هذه العنوين أطلق الناشطون عبر تويتر هاشتاغ صدق سعد الحريري احتفاء بتحقيق العدالة فقد صدق سعد الحريري عندما قال لن يذهب دم نويسامي هدرا وعاد الإرهابي ميشيل اسميحة إلى سجن رغم أنف كل عملاء إيران وبشار في لبنان وخلال فترة لا تتجاوز الشهرين تحلحلت العديد من المسائل العالقة في البلد من أزمة النفايات إلى قضية اسميحة وقريبا أزمة الرئاسة نعم صدق سعد الحريري أما آخرون فغردوا مؤكدين أن ليس بتحريك الأصبع تتحقق العدالة بل بالأفعال صور عدة غرد بها الناشطون مع تعليقات يا فرحة ماكملت ومثل الشاطر توجه المجرم اسميحة إلى وراء القضبان ليستعيد أخيرا البعض وشعار الحق معك واليوم أكثر